الخبر الأول الذي عادنا عن نورستار والتهجم اللي تعرضت له أو بعض الأشخاص صار نشوفوا إنه هذا موضوع فضيحة بعدما نزلت هذا الهيستورية يا حبايب اللي شوية من الملابس الداخلية كانت مبينة إنه صار نشرون الهيستوريات ويقولون إنه نستحن نقول عليها عراقية ما دل صراحة يا حبايب مفروض إنه يتحذفها أو لا اكتبونا بالكومنتات شرعيكم بعدما شفتوها تستحق التهجم تعرضت له أو لا الخبر الثاني الذي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبر فهوبيوتيوبر ليعدنا هو نورمار ونزل على حسب بالينستي سجرم هذيالستورية يا حبايب اللي كان قاعدة يقول بي إنه الفيديو كان المفروض ينزل اليوم قرر إنه يلغي ولا إنه راح ينزله يوم الاثنين يأتي السعى أبرا رحتكم الاستوري يا حبايب، شوفو اليوم ع SIS كان في فيديو ييوتيوب بدأ كنت سنزل الصور ففيديو اليوتيوب تأجله يوم التانين على السعى أربع أما بالنسبة اليوتيوبر ثاني يا حبايب والله هي نورستار إذا نزلت على حسبها بالإنستجرام شوية ستوريات وبهذه الستوريات شات كتب بها أنه خلاص قررت أن تنزل الفيديو العاطفي باتشر والذي هو الفيديو القنبلة يا حبايف والمفروض أنه يعترف بي أو هو يعترف لها بيه بحب البعض رغم أنه مبارحة نزلت هذه الستوري كانت تقول بي أنه الفيديو قررت أنه تأجله شهر كامل بسبب أنه ليس جاهز لهذا الموضوع فكتبوا لحبايف بالكومنتاج قلتم تحمسين المقطع نورستار أو نورمار أكثر بإضافة أنه أحمد أبروبي يا حبايف نزل هذا الستوري كان ديالة مخيلة لأنه أريد أن يقوم بعمل مقطع عبارة عن ميمز يمكن ضحك يا حبايف ونزله قريبا الخبر الثالث الذي عادنا هو القمر طاي يا حبايف والمقطع التي نزلتها التي كان عبارة عن حفلة عيد ميلادها في هذا المقطع يا حبايف لاحظوا هو أشخاص هذه اللقطة والذي هو بهذه اللقطة كان إيمومان قاعد يصور قمر طاي بس صورة يا حبايف اقترب من أنورمار وصار يقول لها لا أو سلم عليه أنورباو عليه ولكن مرد لبس مجرد ضحك فلتوقون يا حبايف أنه هو استخصد أنه ميرد علي لأنه ما تصالحه ويبعض ألو منهم ما تصالحه وما أدري الصراحة لحطوكم لقطة أشوفوها وكتبوا بلكومنتات بعدها شو رأيكم الخبر الرابع اللي عادنا على الفضيحة الانتشرة يا حبايب اللي هي ستوريات لانوروز اللي نزلتها طبعا بخلاف أن الرقص ما لاتم يا حبايف اللي حظيتكم يا بالمقطع السابق اللي هو نوعا ما شوية كان أوفر غير اختلاف الرقص يا حبايب هذا السوري اللي انتشرت كانت هيو بيسان اسماعيل ديركسونية بعض وما تشوفوا أن الكاميرا مفتوحة واحدة صارت تصرق عليهم وتقولهم أنه هناك تصوير 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 شوفوا اللقطة بيضاف أنه هؤلاء أشخاص لاحظوا أنه نوعا ما كانت يشربون كحول للأسف مثل هذه الأقطة يا حبايب بركزوا بهذا المقطع أو بركزوا بهذا السهم اللي مؤشر على هذا المشروب يا حبايب اللي هو نفس هذا المشروب حرف الـ Q-E-N نفس الاسم يا حبايب اللي هو تركزون والدقيقون نفسها بالضبط نفس الألوان نفس الشكل نفس كل شيء بالضبط أن الشايب يا حبايب همين كان لازم هذا المشروب اللي بإيده اللي هو هم مشروب قحولي للأسف اللي هو تامة المشافين اسمه تانج اللي هو وصايا البرتقالي من وراء المشافين اكتبنا بالكومنتات يا حبايب هل تشوفون هذه الأدلة الفعالية صحيحة أو لا ما دل الصراحة اكتبنا بالكومنتات هل كان يشربوا الخمر أو لا الخبر الخامس اللي عادة عن سيد ربيوتي وليش هي صارت تبتشي فسيد ربيوتي يا حبايب نزلت هذه الستوري عند تبتشي بي وقالت تقول ان اليوم ماكو صورة بس اكو فيديو وبالستوري الثاني يا حبايب قاعدت تقول انه هي كلش مقهورة وضيجة سبب انه مده تحس باحتفالات رأس السنة لانه هي حاليا بالسويد تريد تروح الدبي على مو تحس بهذه الاحتفالات بالضافة يا حبايب نزلت هذه الستوري قاعدت تقول بي انه قاعد يحذفوا لي مقاطع تيك توك للعالم قاعدت تبلغ عليها فاكتبنا بالكومنتات شو رأيكم اللي قاعدت تصير وهي سيدرة ونفس الشي بالنسبة القمر الطائية يا حبايب اللي نزلت هذا الستوري كانت تبتشي بي وتقول انه هذا الستوري هو من يوم خمسة ديسمبر يعني قبل شهر يا حبايب تقريبا كانت تبتشي بي وتقول انه شهر ديسمبر كلها كان بيتشي ان شاء الله هي السنة تكون حلوة فاشر الله يا رب كل حياة تصدر سعادة ومصدر اي حزن وبس لنهو صندوق المقطع فجروا وطروا باللاعيكات وبس شانكوا في زي مقاطع من هذه القصص احبكم مع السلامة